السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعضها في طويل العشر دقايق سهلة و سريعة جدا و زي ما انتش شايفة شكلها حلو جدا نقدر نعملها من غير فورد نقدر نعملها من غير اختمار مبتخدش وقت ابدا كل مكوناتها موجودة عندنا في البيت حاجة كده سهلة و سريعة و نقدر كمان نوعها في الحشوة حسب ما نحب بس قبل ما نبتدي ياريت تعملوا لايك للفيديو تعملوا اشتراك في القناة و وفوا على زرار الجرس عشان يوصلوكم كل الفيديوهات الجديدة شايفة شكلها عامل ازاي جميلة جدا جدا انتخدش وقت ابدا في تسويطها تابعوني للنهاية و هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة معي كوبايتين من الدقيق هخط عليهم معلقة صغيرة من الخميرة الفورية و معلقة من السكر صغيرة برضو و رشة طبعا من الملح و معلقتين صغيرين من الحليب البودرة ولو مش موجود مفيش مشكلة وهنحط قطعة زبدة صغنونة خالص صغيرة جدا يعني اقل من معلقة صغيرة نص معلقة صغيرة من الزبدة عايزة تستبدليها بزيت مفيش مشكلة بس هنحط من الزيت معلقة كبيرة هنمزج المكونات كده ندخل المكونات مع بعضها كويس جدا لغاية ما تنتزق كويس وبعدين نبتزي الناجم بمية دافية عجنت بمية دافية شوية بشوية اخدت معي حوالي كبيرة ربعة من المية الدافية عشان توصل للكوام ده هغطيها وهسبها بس حوالي من 15 ل 20 دقيقة علشان ترتاح وقدر استخدمها بسهولة خلاص كده ارتحت هبتدي ان انا يعني احط بقى زيه فوقيها وتحتها علشان خاطر ما تضايقنيش وتلزق في ايدي وانا بعملها لان العجينة كانت لينا وده المطلوب طبعا عشان تطلع هاشة معينا هنقسمها لعدد قطع زي ما احنا حبين والمقاس اللي احنا حبين وممكن نصغر عن كده او نكبر ده شيء يرجع لك انت يعني مشكلة خالص هناخد كورة كورة ونبتدي نشتغل عليها نفردها كده ونحط جبوها اي حشو احنا حبينها انا حطيت جبنة موزرلة ولحمة مفرومة معصجة اللي هي مستوية يعني ممكنش اللحمة المفرومة نية لان الفطير دي هنتاخدش وقت خالص على النار هنعملهم كده ونركنهم على جنب لغاية ما نخلص كل الكمية اللي موجودة معينا ولسه ما عملش لايك ينزل تحت الفيديو ويعمل لايك هنحشيهم كلهم بنفس الطريقة ممكن نفتحهم كده بالطريقة دي نحط عليهم الحشو واللي مهم على البوتاجز وحنا موقفين يعني من كتر ما هي سهلة وسريعة مفيش اسرع ولا اسهل من كده وطعمها جميل جدا هشتغل على كل الكمية بنفس الطريقة كل المكونات هسابها لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو وهنا برضو اخترت حشوة جبنة رومي نوعي نوعي في الحشوات زي ما تحب ده حاجة بترجع لزوقك والحاجة اللي انتي بتحب خدت بقى الحاجة الكور اللي انا كورتها دي وحشتها وحطتها على النار دهنا الاول من الزيت للصانية او الطاصة اللي هنشتغل عليها دهنا بسيطة كده من الزيت وابتدت ان انا احطهم وناخد بالنا ما نلزقهمش اوي في بعضهم عشان بينفيشوا شوية هبتدي قلبهم بس عن ناحية التانية اما يتعاملوا من ناحية نقلبهم عن ناحية التانية انا مشغلة ايه النار متوسطة بس احطهم على اصغر عين عندي يعني اصغر عين على البتجاز خليت نارها متوسطة بس كده اول ما تتعامل بالشكل ده سوخنا جدا طبعا معلش بقدش افتح حالكم لا استنى بس اتهدى شوية عشان اعرف ان انا قطعها بس شكلها حلو ازاي بس طبعا جدا جدا من جوا اطلع بقى الكمية اللي اتعملت معي دي وابتدي ان انا اقفل الكمية التانية لو ما اللي مفتحين قدامنا دول اللي انا حشيهم انا بتدي نقفلهم ادتني كمية كويسة جدا هو ابتدي اقفلهم وحطهم على طول لا سبناهم يخمروا في الاول ولا في الاحر ولا اي حاجة خالص وتاخدش وقت خالص وابمنى ان انتم تعملوا لايك للفيديو بعد اذنكم بالشكل ده كده وابتدي ان احنا نحطها خلص كده خلصنا كل الكمية مفيش اروع ولا اسهل من كده وكوب بيتين بس من الدقيق قدرنا ان احنا نحصل على كمية حلوة خالص سهلة وسريعة ولزيزة ونقدر نعملها كمان لجوة نص الليل بصي الشكلها من جوه مستويه ازاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته